أنا بس بأكد طبعاً أنا بشكر حضراتكم على الأرقام اللي تقالت ولكن طبعاً أنا برضو بوجه التحية لكل الجهات الرقابية لأنها الحقيقة بتقوم بدور كبير جداً في هذه المرحلة وبوجههم الحقيقة إنه استمرار في مراقبة الأسواق علشان زي ما أثير يعني إحنا أي حد ملتزم والحقيقة بيطبق اللي إحنا توفقنا عليه ما عندناش أي فيه مشكلة بالعكس إحنا بنشجع وبندعم كل الغرف وكل المصانع وكل التجار الحقيقة اللي بيلتزموا باللي إحنا توفقنا عليه إنما لو فيه أي خروج عن ما تم توفق عليه لازم يقابل بمنتهى الشدة والحزم عشان ندي رسالة إن الدولة ورقابة الدولة موجودة وده اللي إحنا توفقنا عليه وده اللي أنا طلبت الحقيقة من كل الجهات الرقابية إنها تستمر في الفترة القادمة في مراقبة ومتابعة الأسواق وإن يعني أي نوع من التجاوز أو المخالفة يبقى فيه تعامل معها في إطار القانون فأنا حبيت يمكن بس إن إحنا نعرض على حضراتكم ما تم يعني توفق عليه في اللجنة ترجمة نانسي قنقر